عقوبات جديدة فرضتها الولايات المتحدة يوم الأربعاء على أكبر شركة طيران في إيران وعلى قطاع الشحن الإيراني بتهمة نقل مساعدات فتاكة من إيران لليمن ونشر أسلحة للضمار الشامل وقال وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبايو للصحفيين إن واشنطن استهدفت ثلاثة وكلاء مبيعات عامة لشركة ماهان إير بسبب الدور الذي تلعبه شركة طيران في نشر أسلحة الضمار الشامل وقالت وزارة الخزانة الأمريكية إنه تم أيضا إضافة شبكة شحن إيرانية لقائمة سوداء بسبب تورطها في تهريب مساعدات فتاكة من إيران لليمن نيابة على الحرس الثوري الإيراني وفيلق القدس التابع له وتأتي العقوبات الجديدة بعد أيام فقط من تبادل للأسرة مطلع الأسبوع بين الولايات المتحدة وإيران في تعاون نادر منذ تصاعد التوتر بينهما عقبا سحاب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من الاتفاق النووي المبرمي مع إيران عام 2015